تم الإعلان عنه وتحبي إنك تشاركينا بيه هنا وتقول لنا انتظروا حاجات حلوة كمان خلال الفترة اللي جاء هو بصراحة أهم حاجة وبجد النجوم اللي وراء الحدث ده إنه كان أول حدث يعني إحنا كل سنة كنا بنعمل معرض بس فنانين مصريين فقط لما الوزارة دعمتنا إن إحنا ناخد منطقة الهرم وذي كانت حاجة من رابع المستحيلات حاجة فيه ده من نوعها وحاجة أول مرة تحصل وفن معاصر وإحنا لسه في مصر يعني طبعا إحنا بنحتاج دعم لأنه الثقافة مش مدعومة زي لو فيه مغني حيطلع يغني هتلاقي كذا شركة بتخش إحنا بالنسبة لنا موضوع مختلف شوية موضوع أصعب فلما قلنا الهرم قلنا لأ ده حاجة للعالم مش لمصر بس وفعلا بدأت أكلم فنانين وفنانين مهمين جدا وكنت بقول لهم بس بصوا يعني هو في بقية العالم بيتفعوا لهم الإنتاج بتاع الأعمال الفنية وده بيبقى رقم كبير جدا يعني محتاجة مثلا 20 مليون دولار عشان أعمل مرات زي ده لو أنا في أي بلد تانية بتدعم الفنانين الأجانب بس كلهم أمنوا بالموضوع ودخلوا معنا وشاركوا معنا فبصراحة بتكلفتهم هما النجوم بتكلفتهم هما النجوم بتكلفتهم هما يعني تلات ربعهم بتكلفتهم هما وفي منهم عرفناهم على شركات مصرية ومصانع مصرية زي مصنع رخام ومصانع كتير معروفة في مصر بقوا هما بيتفعوا لهم من برا فحتى وزارة الخارجية مرأة قالوا لي لا أنت كمان بتدعمي الاقتصاد يعني الفنانين الأجانب دول بدأوا يصنعوا الأعمال الفنانة لأنها أعمال زي ما حيك شايفة كبيرة في مصر لا ما تتنقلش يعني إذن أنت قفتت دولة على مستويين خلينا نقول يعني واحد حدث عالمي حضره نجوم عالميين والعالم كله شايفه وتفرج عليه مليار شخص شايفه ده مش حاجة قليلة والحاجة التانية أن كمان المصانع والورش المصرية اشتغلت وتعلمت أنها طلعت طحف الفنية دي اللي صممها الفنانين العالميين منين من أين لكي هذا يعني يعني ربنا هو ربنا كريم آه يعني بس يعني وكريم جدا طبعا يعني بس أنت بتقولي أنا بدعم الفن للفن ومبارح قلت لنا حتى الطلبة عايزاهم لأنهما كانوا صف أساسي من اللي حضروا المعرض السنة اللي فاتت وقلتي ما بنفيش فلوس تذكرة لدخول المعرض هي تذكرة الأهرامات بس مين اللي بيصرف هو بصراحة بنحاول على قد ما نقدر من خلال الشركاء بتوعنا فيه ناس بتحاول تدعم فيه بصراحة مصانع بتقف جنبنا لأن الفنانين المصريين زي ما حيك عارفة الدول التانية بيبقى فيه زي حصالة للفنانين يعني الفنان بيروح يقول أنا عندي عمل فني وبيدعموهم مدياً هنا ما فيش الموضوع ده فالفنانين المصريين لازم أوجد حل فبدأنا نشتغل مع مصانع يعني وحتى احنا عاملين سيمبوزيوم دلوقتي في العالمين بالفكرة دي احنا رحنا المصانع أخدنا منهم الويست بتاعهم وبنعمل بيه أعمال فنانين اللي هي اللي خلينا نقول يعادل الزيادات اللي بتطلع منهم أو الحاجات اللي ملهاش أهمية قوي الفضلات أيها البقايا البقايا وبنستخدمها في المشروعات الفنية طب ودفنوز دي كفاية؟ لا بس هو طب بتغطوا نسبة كم في المياه خلينا نكون صراحة ندين لا بوسي هو طبعا المشكلة أن أنا بديم بنفسي كل سنة وبعدين ما عرش بنخلص الموضوع ازاي واحنا فريق عمل صغير مش كبير يعني احنا عشر تنفار حدث العالمي ده عشر تنفار؟ اه وبصراحة أنا بشكرهم كلهم لأن من غيرهم ما كناش هنعرف نحق الحلم ده كله بيشتغل من قلبه بجد كل حد فريق العمل في ناس فياصت مننا طبعا بس احنا مكملين أنا مكملة يعني أنا دايما بقولهم يا جمعنا لو لوحدي هكمل المشوار لأن الصادة من الموضوع ده كبير جدا ما ينفعش أن أنا أنخ يعني حرام وبعدين اللازيز أنه الدول التانية بدأت تبص على أرض جيبت ككي ستادي فأحنا برضو زي ما غششتكم برح أحنا عملنا جلوبل براند اسمه كالتشوفيتر بحيث أن احنا نقدر نعمل الموضوع ده في أماكن تانية أماكن تانية جوة مصر ولا دول تانية؟ أماكن تانية أو دول تانية لأنه الفكرة نفسها مختلفة تماما أحنا بدأنا نعمل برنامج أربعة تيام للناس اللي بتيجي أنا جالي ناس مهمة قوي ما كنتش في حياتي أتخيل أن هم حيجوا ولا يجيبوا ناس وراهم يعني لسه من أسبوع جالي ناس مهمة قوي من مايامي راجل عنده كذا فندق وكذا مطعم معروف جدا ساحب الكارداشينز وكل الناس دي ناس كتير جاية السنة دي إن شاء الله عشان تحضر المعرض اللي هيكي في مصر في أكتوبر ونظام مظبوط وممثلين كتير قوي سامعين عن الموضوع أنا بقيت كلما بسافر الناس بتجي لي أقولهم بعرف نفسي يعني أنا عملت بكسف بقى وعملت معرض كذا يقول لي إيه دا دا المعرض اللي كان فيه الفنان الفلاني والفنان الفلاني أقول لهم آه أنتوا شفتوه فأنا ما كنتش مصدق الأرقام دي لما تقالت لي من الجهة اللي بيعملوا الأرقام بأهو ألغوريثم قالوا لي يا بنتي دا ألغوريثم أقول لهم لا مش حقيقي ففعلا بقيت بشوف أن الناس بتوقفنا وناس عارفة عن الموضوع وأنا بشوف مصر بعين تانية يعني أنا بشوف مصر حلوة وبحس أن صحابي حتى بقوا بينزلوا معي الأماكن ويقولوا إحنا فخورين إن إحنا مصريين وفيه مصريين كتير قوي اللي سفروا بيرجعوا تاني للفعاليات بتاعتنا وبيبقوا مبسوطين جدا وبيعزموا صحابهم شيء يدعو للفخر عارفة دي مصر الحلوة اللي محتاجين موريها للعالم كله حيث